بسم الآبي والابني والروح القدس الإله الواحد أمين إن شاء الله أحبائي بيكون زمن مبارك على الجميع تعرفوا مرات العالم بتسأل هل يتورى الله لا يزال يتكلم مع العالم؟ هل يتورى الله لا يزال صوته مسموع عند العالم؟ أم أنه الله عم بيحكي والعالم ما عم تسمع وين المشكلة؟ هل المشكلة من الله أنه ما عم بيحكي أو المشكلة مننا مرات أنه نحن الله بيحكينا بس ما عم نسمع صوته أو ما عم نعرف صوت الله أعطيكم مثلا كثير مننا بتصير معه بيرن التليفون رقم غريب قاله بيقال لك الصوت عرف مين معك يا خي لا جرب اسمائي يا خي ما عرفت مين معك سمع الصوت قبل جرب ركز بتجربوا وتجيبوا التاريخ كله سوى مين ممكن يكون هذه الصوت صوت مين؟ هاي هات تعرفوا هاي هات لا بزيت الشي الله بس يحكي إذا ما عنا هذه الصوت ما عطول من نسمعه بديروح الصوت عن راسنا فترة طويلة من سين نطلع هاليا تورا هيدا صوت الله أو منه صوت الله ما رح تعرفوا تميزوه ليش لأنه مرأة فترة طويلة منكن سامعين صوت الله بالعهد القضيم كان في شاب فراخ اسمه ساموئيل ساموئيل بيقول الكتاب المؤدس عنه كان عم يخدم بات الله وموجود بالخيمة مطرح محتوط تيبوت العهد هو وكاهن اسمه عالي عالي نيم بغرفته وصاموئيل نيم حد تيبوت العهد بالليل صوت بيقول له لصاموئيل ساموئيل بيقول ساموئيل ها أنا زوجي بيركد لعندي عالي بيقول له عيطلة بيقول له لا أنا معيط لك رجع نيم بيروح الصبي بنيم شوية تاني برجع الصوت بيعيط له مرة تانية ساموئيل قوم ساموئيل روح عند عالي قال له ناديتني قال له لا ما ناديتك يا ابن رجع نيم رجع سموئيل ونيم مرة تلتة برجع الصوت بعيط لسموئيل سموئيل بيقوم ويروع عند علي بيقال له ماذا تريد علي عرف انه الله اللي عم بيعيط قال له لك يا سموئيل بس يعيط لك الصوت قال له تكلم يا رب ان عبدك يسمع برافو فإذا حون علي علم سموئيل انه يسمع صوت الله بيروح ع سموئيل وبينيم رابع مرة ينادي الصوت من جديد سموئيل قعد سموئيل بطريقة رفع ايدي قال له تكلم يا رب ان عبدك يسمع هون الله بيحكي مع سموئيل احبي اذا احنا ما بنكون موجودين مع الله قريبين ع الله ما رح نعرف صوته ما رح نعرف انه هدا هو اللي عم بيحكي معنا في مرات كتير بايام بحياتنا منعرف نسمع كتير شغلات من عيلم ونصاقحة كتير طب يا تورا هل يا تورا الله بدو هاك ولا ما بدو هاك منصير نسأل حالنا هل يا تورا الله راضي عن هذا الشيء كيف بتعرف اتميز اذا صوت الله ولا منو صوت الله بحياتك لانه انتو بتعرفوا منيح الله كل يوم يناديكم كل يوم عم بيعيط الكون هل يا تورا عم نعرف صوت الله او انه هايهات روح على الكنيسة هايهات افتح الانجيل تشوف اذا كان الله بدو حكيني الله وما بدو حكيني احبي سيدنا يسوع المسيح بيقول انا الراعي الصالح خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها وهي تتبعني اذا كنتوا من خراف الله بس الله يحكي كنت تعرفوا صوت الراعي واذا منكن متمرنين عصاة الراعي رح تصير فيكن متل العلم اللي عايشين بره بالظلمة في كتير اصوات بها الكون في كتير اصوات عم بتعيط اذا كلمة ناديكم صوت اتفكروا انه هذا هو السيد وابتلحقوه ما رح توصلوا لطريق الخير ما رح توصلوا لعند الله الخطيئة كل يوم بتعيط الكون كل يوم بتناديكن وصوتا للخطيئة عالي كتير صوت الخطيئة عالي كتير صوت الحقد عالي كتير صوت النميمي عالي كتير كل يوم التمر عليكم التجارب صوت الرغبات الجنسية عالي كتير صوت السياسيين عالي كتير صوت الاشخاص اللي ما بيحبوا الله عالي كتير كل هالأصوات الموجودة كل يوم عم بتعيط وفي ذات الوقت يسوع يتكلم ضمن كل هالأصوات عم تعرفوا تميزوا وين صوت الله إذا كنتوا عم تسمعوا صوت الله طوبة لكم نية لكم لأن القديسين بيعرفوا صوت الرأي تابعون الخراف اللي بتعرف الله اللي هي من خراف يسوع المسيح بتسمع صوت الله بتعرف صوته وكمان الرب بس يحكي ولا مرة ولا مرة عند الله في دمار دايما عند الله في بنيان في حب في غفران في تواضع فإذا بتعرفوا صوت الله هو اللي عم بيدعيكم من خلالكم اللي تقضسوا بعدكم هيدا هو صوت الله وبختم معكم بشغلة مرات كتير الله بيحكي بالكلام ومرات الله بيحكي بالأعمال برافو بالأعمال بالتصرفات يعني اليوم يسوع المسيح قاعد مع تلميزه بالعشاء السري عطوهم تعاليم كتير واحدة من التعاليم من دون حكي ما حكي بالتعاليم طبعه غسل إجران تلميزه بحد ذاته هذا الحدث بيحكي ما في لزوم يقول لكم ألا تواضعه ما في لزوم عيش التواضع ركع قدام إجران تلميزه وكبل أرجل التلميز غسلهم إجريهون وكأنه عم بيقلهم أنتوا يا تلميزة يلي بحبكم هؤدي الإجران رح يتعبوا كتير بس تكونوا عم بتنطوا من ضيعة لضيعة من بلد إلى بلد تتوصلوا كلمة الله للعالم بيلبع لكم إنه الله يكرم لكم إجريكم قبل بعض بيلبع لكم إنه يكرم إجران الناس يلي رايحة تتبشر وتحمل الخار مش تحمل الشار يسوع يقول توبة لفاعلي السلام توبة لهم ويقول الكتاب المقدس ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام هود الأقدام بيتغسلوا وبينباسوا لأنه بيحملوا الخير للكون ولو ما في إجران مغسلوا الله ما كانت وصلت المسيحية لليوم فإذا إذا الرب عم بيحكي من خلال تصرفاته تعرفوا إش لازم تعمله نحن اللي ممنستاهل تغسل أجرينا من أطهر أيدان بالكون ممنى كتير علينا إذا اغفرنا وغسلنا أجرينا بعضنا حطوا حيلكم بين إيدان اللي اللي قلوا للرب يا رب علمني اسمع صوتك علمني ميزك ميز صوتك عن العالم كليته تبس تحكي يا رب ارفع إيدي وقول تكلم يا رب إنا عبدك يسمع نشكر الله قلوا نشكر الله شكرا